وحوي يا وحوي ايوحا كلمات ما تسمحاش غير في رمضان المصري وبس ناس تقول انها من اصل فرعوني وناس تقول انها من اصل ابتي بس ايب كنتوا فرعوني ولا ابتي ولا اسلامي المهم انها من اصل مصري رمضان في مصر والاسوام في مصر والاعيات في مصر واليام المفترجة لها طعم تاني كل سنة وحضراتكم طيبين ربنا عيد علينا يا رب كل الاسوام وطبعا بالمعدول مساء الفير او صباح الخير على حضراتكم ايا كان الوقت اللي بتشوفونا فيه كل سنة وحضراتكم طيبين وصوم مقبول لكل المصريين وهنا لما بقول كل المصريين انا اعني كل المصريين المسلمين والمسيحيين لان بيواكب السنة سوم رمضان السوم الكبير عند المصريين المسيحيين وسوم رمضان عند المصريين المسلمين ودي اجمل ايام ان ايام الاسوام والصلاوات والصداقات والزكاة والعشور والطراحهم بين الناس تتلاقى مع بعضيها الصيام في عمكه هو علاقة بين الانسان وربه بيتخلى لها كل الكلام اللي فات يمكن من سنتين مرينا بصيام رمضان اثناء ازمة كورونا وكنا قاعدين في بيوتنا وحسينا قدي ايه ان ترابطنا وقربنا من بعض دي حاجة حلوة جدا السنة دي برضو بيعدي علينا صيام رمضان ومعا الصيام الكبير واحنا بنمر بالظروف بتاعة الحرب بتاعة روسيا واوكرانيا لسه ما فوقناش من اثار وتبعات كورونا وتضخم اللي حصل في عالم جات موجة اسعار تانية وطبعا ارتفاع في الاسعار وسعر الصرف وكل حضراتكم شايفين زي ما الدورة المصرية تعاملت مع ازمة كورونا بسياسات حكيمة ورشيدة وعدنا منها بسلام وكل الاسعار كانت سبتة الى حد ما والسلع كانت متوفرة والحمد لله عدت علينا على خير الدورة المصرية بتحاول في حدود الامكانيات المتاحة حاليا انها تتعامل مع هذه الازمة بكل الاليات المتاحة في ايديها لانها حاجة مش بيديها ولكن الاساس يا جماعة في الموضوع هو احنا ترحمنا واحساسنا ببعض ووقفنا جنب بعض وعدم الاستغلال من الناس اللي بتستغل الازمات دي وللأسف هما مش قليلين لكن بوعينا وتماسكنا مع دولتنا نقدر نعدي الايام دي على خير طب تعالوا نعرف اكتر كلنا في الاساس مواطنين بنحب بلدنا سواء بلدنا كانت افراد او مؤسسات واي ازمة بتعدي علينا هي بتعدي علينا كلنا وكلنا برضو مطخونين في اشغالنا عشان نقدر نوفر لولدنا في مستوياتنا المتفاوتة الاكل واللبس والتعليم وكل الاتزامات اللي علينا كمسؤولين على الاسر بتاعنا والدولة كمان مسؤولة انها هتعدي الازمة اللي هي فيها زي كل دول العالم لكن كل واحد فينا عليه دور انا كمواطن دوري ان انا اجيب احتياجاتي وبس ورشد احتياجاتي انا عارف ان الكلمة دي ممكن تقابل من البعض بالسخرية ولكن يا جماعة احنا في حاجات بنجيبها اكتر من احتياجاتنا على قد احتياجاتنا نجيب واللي يبقى غالي لو اقدر استغنى عنه استغنى او اجيب على قد احتياجاتي كدولة بقى ارائب التجار وجشع التجار اللي بيستغلوا الازمة دي واللي بيعملوا الكلام ده كله واضرب بيد من حديد على اي حد بيحاول ان هو يستغل الازمة دي وزي ما الرئيس قال من اسبوعين فاته السلع متوفرة والمغزون الاستراتيجي متوفر والرئيس حتى تكلم لما بيحتفل بالمرأة المصرية قال يا جماعة هاتوا اللي انتوا عايزينه بس بالعقل وبالاتزان وبالحكمة عشان نقدر نعدي الكلام ده كله الدولة زودت مرتبات على قد ما تقدر زودت معاشات على قد ما تقدر تعمل ركابة على الاسعار برضو على قد ما تقدر انا كمواطن علي دور ان انا لو شفت حالة جشع ابلغ عنها بالارقام اللي معروفة واللي اقدر اجيبها بمنتهى السهولة واعمل دوري جنب الدولة جنب ترحمنا مع بعض واستغلال الايام والمناسبات الحلوة اللي احنا فيها دي ان احنا نحس ببعض اكتر هتعدي الازمة وهتمشي وعلى فكرة يا ما عدت ازمات يعني الكورونا كانت الناس شايفاها نهاية العالم وعدت على خير وقبلها 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 فمش هتوقف على حاجة اه الدنيا بتغلى وبتزيد اه فيه ناس جشعة اه فيه ناس بتستغل لكن جمال المصريين في ترابطهم مع بعض زودوا الترابط ده شوية انه كتكونوا ايجابيين امتنعوا عن الشراء من تاجر استغلالي وبلغوا عنه بقوة لان الدولة بتضرب بيد من حديد ولو فيه تراخي بلغوا عن المتراخي انه هو ياخد القطوات دي ساعدوا الدولة والدولة بتحاول تعمل اللي عليها انا الدولة يعني بتخطط وتعمل لحاجات وفي ناس الوقت بتيجي حاجات غصبر عنها انا مقدرش اقول ان احنا يا جماعة ملايكة ولا مفيش اخطاء لكن دولتنا في ظل تحديات لسنين فاتت وطرقومات وموروسات بتواجه اشكاليات كتير تخيلوا بتحاول انها تعلق وتطلع بالمواطن وتيجي حاجات زي كورونا والحرب والاثار تأثر فلازم نبقى بالعقل شوية نوزنها عشان نعدي ان شاء الله الازمات اللي احنا فيها على خير يا رب كل الاصوام وكل الاعيات في شهر اربعة هيجي بعد كده في اخر شهر اربعة عيد الايامة بعديه بايام وليلة وسبوع يمكن عيد الفطر شام النسين في النص وعيد تحريل سينة يا رب ربنا يعدي على بلدنا كل الايام بخير بتربطنا ويحسسنا ببعض ويحمي دولتنا ويحمي مصر مرة تاني كل سنة وحضراتكم طيبين السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة